حرارك وانت بتتكلم قلتلي انه الحكم المصري انا اعطيها تاك انه طالما طالما عرض الانتقادات او بعض الظلم من بعض الناس والحكم دايما الحكم المصري دايما بقول انه مطلوب في كل مكان مطلوب في بطالة محلية وافريقية وعربية وان شاء الله دا وليه في كاس العالم اللي جاي نشوف حكام مصريين ليه ليه فيه فرق هل فيه فرق في المستوى يعني الحكم المصري بيقدم بشكل كويس وميقدمش هنا بشكل كويس ولي بيقدم نفس المستوى بس هناك محدش فوق دماغه وهنا احنا كلنا فوق دماغه بص هقولك بمنتهى الامانة عشان بس يعني هو هم نفس الحكام وهي نفس القرارات بس الاسف الشديد اللي احنا هنا يعني بيغلب علينا اللي احنا كل واحد بيتكلم وانت ما هو نريه لو نريه خسر يبقى طقم التحكيم مش كويس حتى الاعلام بعض الاعلاميين بيطلعوا يوجهوا سهام النقدر حكام المصريين عشان هم بينتموا الفرق معينة والله من غير ما ينتموا يا ساتة هتلاقي احد يقولك ايه ادام كده كده جمهور فلان ده غطبان من الحاكم منامش مع الجمهور عشان الجمهور ما يليبش علي انا برافو عليك وده اللي موجود وعشان كده انا حزين للحتة دي انا اتمنى اللي احنا نساند التحكيم المصري انتوا شفتوا التحكيم وصل لفين لمرحلة كبيرة جدا نساند عشان عندنا بعد كده ان شاء الله يكون طقم موجود في كاس العالم وانا يمكن عادت معاك هنا في نفس القعدة من فترة وقلت لك ان شاء الله هتلاقي طقم لان الصورة عندنا الصورة مضيئة لكن للأسف الشديد ان في ناس بتحاول تهدم وده يعني يقعد يفكر مع نفسه انت بتهدم بلدك ايوه لتحكيمك ده يعني لو ما فيش تحكيم ما فيش كورة صح ما فيش مواتش هتلاقي بدون حكامي مع كامل الاحترام لكل الحكام اللي موجودين في كاس العالم او اي حكم بيطلع من مصري حكم مباراة خارجية قبل ما بيتقال اسم الحكم او قبل ما يتعرف اسم الحكم بيتقال حكم المصري يعني الحكم المصري اللي كان بيدير المبارك اسم مصر يعني قبل ما يتقال اسمه كمان بيتقال اسم مصر فاحنا نحافظ على حكامنا عشان اسم بلدنا عشان اسم بلدنا احنا ما كنا بنطلع مطشات برة انت عارف قبل ما نروح المطش واحنا في الفندق كنا بنسمع اغاني وطنية كان بتأثر فينا كتير جدا كنا بنحط اسم بلدنا اللي احنا بندعب باسم مصر قبل ما بص الاسمي ولا بص لأي حاجة تاني أنا ما بص البلدي لأننا ما بقدم مبارات دي ره بيتقال علي الحكم المصري ما بيتقالش الحكم سين وصاد يعني عايز أقولك قمة ساعتك قمة فرحتك ما جيش بقى هنا بلدي اللي أنا عشت فيها وموجود فيها وقابل بالنقد ده يعني يا جماعة قدوا تحكيم حقه هو النقد دايما مقبولة كابتا محمد أنا ما عنديش مشكلة لو النقد مرضود للإصلاح أنا أول واحد أشارك وكل الناس يبقى مبسوطة مية في المية انقد وقول ما فيش مشكلة لقد النقد الهدام هو ده اللي بيخليك تبقى حزين انتقد حكام انتقد لجنة حكام ما عندناش أي مشكلة لكن ما تهدمش لأن الهدم ده يبقى أنت بتحبش بلدك يبقى أنت أقول إيه يعني مش عايز أقول كلام الناس تزعل يعني لأ بصوا بصوا الاسم مصر لأن الحاكم اللي أنت هو اللي بيطلع باسم بيلعب باسم مصر مظبوط وفي الآخر كلنا مصريين عايزين مصر تنجح في الحكام في المنتخبات في كل حاجة عايزين اسم مصر في أعلى ما كانت نقدر تقدر توصلها ترجمة نانسي قنقر